مين في مصر ملوش حد في السعودية في الكويت في أوروبا طيب مين في مصر الحد ده ما بيجلوش زيارة زي ما قلتلك في حلقة قبل كده هم دلوقتي قاعدين يتفننوا تفنن واضح جدا في ويخترعوا إزاي نفضوا الناس ويخترعوا في درائب ورسوم وقوانين يقلبوا بها الناس بس زي موضوع الفاتورة الإلكترونية زي موضوع عربية المسلمة في الخارج زي موضوع إيه بقى السبوبة الجديدة الجمارك الجمارك يا حضرات السبوبة الجديدة رازد بتقول أو العربية المصر بتقول رازد لكل حركة الأموال في مصر أسباب تفعيل الحكومة إجراءات الفاتورة الإلكترونية وقلون المحل العام تخيالي طيب وعشان الدايرة تقفل يعني كده إيه إحنا عايزين نقلب نمصص المصريين دول في أي حاجة عشان الدايرة تقفل يبقى لازم السيطرة على الفلوس تبقى مش بس على الجوة المحلات العامة والفاتورة الإلكترونية على اللي جاي من برة فيطلع يقولك عزيزي المصري اللي عايش برة هات دهبك وفلوسك إحنا السدر الحنين بتاعك هات الدهب اللي معاك وهات فلوسك إحنا أخوات يا راجل أنا هسرأك جمالك مطار القاهرة بالخارج للمصير بالخارج هاتوا أي دهب ودولارات عشان الاقتصاد هاتوا يا حبيبنا هاتوا يا حبيبي كلكم هاتوا ودهبكم في أمان ودولاراتكم في أمان بس خلي بالك يا ابن عمي قبل ما تجيب في شوات شروط صغيرين كده أول شرط شرط بسيط قدي كده بشلم إن أي دهب هيبقى معاك معفي معفي كله من الدرايب والجمالك والحجوزات مش كله مش نصه إحنا هنعفيك من عشر تلاف جنيه يعني بما قيمته دهب عشر تلاف جنيه عالي بالله عليك تركز معايا بالورجة والجلم بعد إيه أبكي عليه لأ مش كنت شقولي الأغنية دي كنت أقول بعد ما الدولار سوري بعد ما الجرام بقى بألف وتسعمائة جنيه الجرام بقى بألف وتسعمائة جنيه عالي ولو افترضنا يا علي إن كنت معاك المدام معاها غوشة تسمى غوشة؟ سورة عشان بس إيه؟ غوشة مثلاً مثلاً يعني مثلاً هي الغوشة بتبقى كم جرام؟ أنا معارفش الحاجات دي خمسة جرام الغوشة دي كلها يعني واحدة ستة تخينة وإيدة تخينة دي كده خمسة أيار واحد وعشرين ما قلتلك أنت مالك بالقاركة الغوشة تعمل كم جرام؟ أنا ماليش في القصة دي جماعة يعني غوشة والوحدة لو واحدة إيديها كده تبقى خمسة جرام؟ ليه علي؟ شيلة صجرتين؟ مش مش شية أنا كل حالة هيبفعونا حد يبعات لنا الغوشة خمسة تشر جرام يا علي الغوشة بتوصل لحد خمسة تشر جرام ماشي خمسة تشر جرام الجرام بواحد وعشرين الجرام بواحد بألف وتسعمية خلاص؟ هو قالك إيه؟ مجد موسى قالك أنت مسموح للمدام ويداخلة بما قيمته عشر تلاف جنيه فدلوقتي لو هي لابسة غوشة واحد وعشرين جرام صراعي واحد وعشرين جرام واحد وعشرين عيار واحد وعشرين بمسة 18 جرام فألف وتسعمية يبقى كامم مين اللي ثمانية وعشرين وخمسمية؟ آه يعني الغوشة دي بقى ثمانية وعشرين ألف وخمسمية حلwriter؟ شفت بقي يا ابن عمي؟ وانسيت المشاء الله اللي على صدرها المشاء الله تعمل كام؟ يعني الغوشة يا علي اللي لابسها في ايدها تعمل 15 جرام والمشاء الله اللي تبقى خفيفة دي انا بكلمش على رغيف الدهب اللي دي ساعات بعد الستان بتلبسه وبتكلم على حاجات صغيرة فيها صورة جوزها وصورة بنتها الكبيرة فاطمة آه برافو عليك يا عادي علي يعني من الاخر انت البسي زي ما انت لازت البسي بس انت لكي 5 جرام قعفة اللي هو مما يعادل عاشر تلاف جنيه اللي هو ما عاشر تلاف جنيه اللي هو غالبا يبقى المحبس ضيب بعد بقى كده بعد كده سهل خليه معاكي ما تقليش يا مدام احنا هنعمل حاجتين هنديكي عليها انغرامك 10% و 14% 10% استقطاعات وحواجز و 14% غلاسة ورخمة وتباتة على باب الجمرك فكده يبقى 24% اي حاجة هتزيد على العشر تلاف جنيه هتتفع عليها 24 الف اه سوري 24% اوكي سهلة ايه وانت واقفة هيروح معاكي زميلنا في الجمارك او زميلتنا اللي فتشتك واللي بيتك وطلعتك من فوق لتاح وتروح معاكي لحد الختم الموازين والدمغة العامة ويقدرولك هم الدهب احنا مش نعمل اي حاجة هم في ادارة الموازين هيقدروا الدهب اللي انت لابساها وهيقولك ده بكزا وده بكزا يبقى انت شايلة على سدرك وعلى اديكي بما يعادل 300 الف جنيه مثلا يعني 300 الف جنيه دي عليها 24% 20% و300 تعمل كامي عليه؟ على فكرة تدفعي بقى 72 الف جنيه يا ريتك ما جيتي بس في حاجة في ناس هتعدي ليه؟ لان الزميلة اللي وقفة في الجمارك او الزميلة اللي وقفة في الجمارك هيحسبها بعينه كده اذا شاف الست الدهب اللي هي لابسا ينفع تلبسه وهي هانم مثلا ممكن يقوليها عدي بس اذا شافها ما تسويش نكلة ها لا تعالي بقى مادام مادام تعالي كده على جم ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده نسمع كده يا ماجد موسى بيقول ايه مدير عام جمالك مطار القايرة اسمع رئيس الوردية اللي وقفة ورا بيقوله راكب ده افسح عن حاجة اللي معاه ونبتري ناخد الاجراء الجمركي اللي صالح الراكب السليم بالنسبة للراكب القانون مدي للراكب مسموحات في حتوض عشر تلاف جنيه طول سبيكة وسبيكتين واحنا مؤخرا نبتدينا نعرف بقى ان في احجام مختلفة من السبايك طبعا في اوزان مختلفة فهو لما بيفصح الحاجة طالما زادت عن المسموحات ايه ايه الدهب من ضمن الحاجات اللي لها جهات عرض يعني اخي وتخصص بيقولي تمانية جرام تعمل العشر تلاف جنيه تعمل خمسة جرام وشوية عنص جويشة يعني اخيرها تلبس دبلة جوزها او دبلة جوازها والحلقة الحموصة بتاع بنتها خلينا نشوف كده تبقى لكلام مدير عام جمارك مطار القاهرة بيقولك شروط دخول الاموال والدهب عبر مطارات القاهرة مصر مسموح للراكب الوافد ان يحصل على اي مبالغ ملايه اي مبالغ لحد نص مليون دولار شقات معاك نص مليون دولار ده يا ريت بشارة انك انت معاك حاجة يا استاذ معايا نص مليون دولار ده انت غابي قوي ماشي يحق للراكب المصري او الاجنبي عند المغادرة ان يحمل عشر تلاف دولار بس كحد اقصى اذا كان مع الاجنبي اكتر ان عشر تلاف دولار عليم يثبت او يقدم ما يثبت من الكيوته لهذه الاموال طيب ماشي البضائع والدهب اللقاحة التنفيذية تتيح للراكب القادم ادخال متعلقات بقيمة عشر تلاف جنيه على الراكب اختار الجمارك بكافة الاشياء اللي بيتزيد عن عشر تلاف جنيه مسموح لكل شخص ان يحصل على هاتفين فقط الجمارك لا يعنيها عن السباك الزهبية التي يرتديها البس زي ما انت عايز تلبس يا مدام البسي زي ما انت عايز تلبسي انا لا يعنيني انا مش ابص بالدهب اللي معاكي خالص انا بس اللي زايد عن عشر تلاف جنيه هدفعك عشرة واربعتاشر ابع عشرين فنباك بس وحكاية بقى الهدايا بقى انت جايب الهدايا جايب لبناتك بقى وولادك هدايا كلام جميل جدا تدفع عليه عشرة تلاف جنيه يعني حوالي خمسة او سبعة جرام دهب يعني يا دوبك فعلا حلقة حموصة او دبلة الجواز الدين انت بقى عقلك الست تيجي بفرد حلقة واحدة لان لو جبت تاني هتتجمرك لكنه السؤال لو واحدة الست رجع من السعودية والكويت بقى لها عشرين سنة خمسة عشر سنة او رجع من كندا او رجع من حتة هتقول لها برضو عشر تلاف جنيه طب لو معاها هدية تليفون شوية فضة تعمل معهم اي حاجة يعني خلاني شوف الناس حلقت ازاي على القرارين دي ايه اللي تأدب كرهتونا في البلد حسبنا الله ونعم الوكيل ايه الهبل ده يعني اه هبل ايوه هبل اه دولة ايه دي اللي بتشحة علني حكومة فشلة من كترة ضغط على المغتربين خلتهم يحجبوا التحولات وغرقوا في الفشل ونضرة الدولار هو فيه خاتم دلوقتي ولا اسورة اونسيال بعشر تلاف جنيه يعني سافر من غير ده بخالص دي شايماء اللي بتقول ها فلوسه خلاص يعني ايه ادخل بالدبلة بس يعني دي هيبة اللي بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل ده كلهم اللي بيقولوا يا حضرات يا بسيطة اوي لا وفي الاخر يقولك ده احنا اللي هنقيم الجمارك حسب الوضع الاجتماعي بتاعك ازاي يعني هتوقف خبرة هتقول الستة دي تستاهل ودي بنت ناس لا ودي ما تستاهلش شوف بقى البوست اهو متخيل انت بقى موظف الجمارك وعمال يقيم في وضع امراتك الاجتماعي والمادي الحد المسموح به اللي يدخل عملات والسباك الذهبية اللي هو يعني نشر القانون يعني اه اه ويقولك هابوس حاجة حاجة شعرف ايه مصلحة الدماء الدمغة والموازين هي الجاة المسؤولة عن تحديد القيمة ثم يدفع الراكب عشر في المية للجمارك واربعتاشر في المية ضريبة تقيم المضافة مسموح بالمجهولات الذهبية التي ترتديها النساء طالما تناسب مع وضع الاجتماعي والمادي تخيل مسموح بالمجهولات الذهبية التي ترتديها النساء طالما تناسب مع وضعها الاجتماعي والمادي فالرجل بقى قالك تخيل انت بقى موظف الجمارك عمال يقيم في وضع امراتك الاجتماعي والمادي باختصار يا حضرات الناس شافت ان اللي بيحصل من الجمارك ده شغل تقليب من جيوب الناس اللي جاي من برة خلالنا نشوف الراجل ده زاكي قوي في الفيديو ده اسمعه قالي على القصة دي الجمارك قررت ان ازاي ازاي يعني طرق جديدة ازاي هطلع فلوس بالعافل من اي حد جاي في المطار يعني علشان ايه حضراتك بس ايه علشان تعدي كارتة يعني طيب دي حاجة تانية معاك موبايل ايفون مثلا ليك شخصي والدهب برضو شخصي احنا مش جايبين حاجة تاجر فيها يعني انت مش جايب حاجة تاجر فيها لا موضوع كله حاجات شخصية معاك حاجة شخصية وعادي يعني معاك حاجة انت جايبها تستعملها استعمال شخصي زي الدهب مثلا قاعد شقيان طبعا انت طول حياتك مثلا في الغربة وطلع عينك وعين اللي خلفوك وجايب مراتك وعيالك ومطلع عينيهم وهيستقتروا عليك ان انت تجيب حتتين دهب لمراتك عشان انتوا راجعين بهم يعني تعملوا بهم اي قرشين ولا حاجة كله يعني لقد حاجموا كلنا مش لاقيين ناكل كلنا بنحارب علشان نعرف نعيش خلاص والدولة برضو نفس الكلام الدولة برضو مش لاقيها تاكل طيب هل انا كرب أسرة انا كرب أسرة النهاردة لما اجي يبقى عندي دائقة مالية اقوم ادور على ولادي ازاي اخد اي قرش معهم ولا انا اصلا لما يبقى عندي دائقة مالية فبحس بولادي فبحاول اوفر لهم اي حاجة تخيل والله كلام معقول جدا الراجل مجدبش وباللسان مسؤول الجمارك قالك ايوة بناخد الدولارات اهو مصادرة العمولات الاجنبية من الركاب سبب عدم الافصاح ايوة انت متخيل المصيبة الكلام ده اتعمل فعلا لما دخل مصري جاي من الكويت من يومين وبتوقع الجمارك عملوا ابطال وقلبوه في الجمرك زي معصفهم الكاتب خالد رفعت الدكتور خالد رفعت كتب يقول الوحوش والله وعملوها الوحوش مصر في امان طول ما الوحوش دول بيحمونها الوحوش دول تمكنوا من ضبط راكب مصري جاي من الكويت ومعها اربع سباك دهب تخيلوا المجرم كان شايل معاه السباك دي عشان يدخلها مصر الراجل اشتغل وتعب وتغرب وجاب فلوس دهب تخيلوا المجرم كان جايب معاس بكتين 20 جرام وتلات سباك 10 جرام 10 جرام وعايز دخلوا مصر فاكرها سايبة بسلامته تعرفين الخمسين جرام دهب دول يساوي بتوع 100 ألف جنيه يعني بتاع 3300 دولار بتاع 1100 دينار كويتي يعني مرتب شهرين في الكويت لوحد حديث التخرج ايوة ما هو الغوشة من 13 ل 15 جرام والمشاء الله مش عارف تعمل لها 25-30 جرام السيتاب بتلبس كده عادي يعني ايه سباك دهب 10 جرام فجايب تلات سباك دهب سباكتين 20 جرام وتلات سباك دهب 10 جرام الخمسين جرام كلهم على بعض دول الراجل خالد نفعت بيقولك بيساوي بتاع 100 ألف جنيه يعني 3300 دولار يعني 1100 دينار كويتي يعني لو واحد في الكويت حديث التخرج ده مرتب شهرين بس فتخيل لو المرات ده بقى بقى لها 10 سنين في الكويت بقى لها 5 سنين في الكويت بقى لها 20 سنة في الرياض وراجعة مع جوزة ولابسة دهبها عادي جدا في واحدة بقى في الجمارك هتقلب المدام دي ولأ وبيقول إيه باجد موسى معانا زميلاتنا في الجمارك بتقوم بتفتيش الستات لأنه ممكن تكون الست تخيل وصل المرحلة إيه لابسة كم فنبينة مثلاً وشتين بس تحت الكم بقى حط حاجات بقى فهتيجي واحدة من الجمارك ست تاخدها في قوضة بتقلع عملت وتطلع بقى الدهب كله لما عدت على جهاز لا احنا هنفتتك ذاتي 1100 100000 جنيه 50 جرام دهب يعملوا 100000 جنيه يعملوا 1100 دينار كويتي مرتب شهرين لواحد حديث التخرج في الكويت فبالك باللي قاعدة بقالها او راجل بقالها شو حدث راجل قاعد بقاله 20 سنة 25 سنة في السعودية وراجع جايب لولاده هدايا قلب يا معلم